سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وانفع الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وحواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة التمرين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة للتفكير والاستيعاب نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين تدي اربع اثنين ثلاث اربع اثنين ثلاث اربع اثنين ثلاث قف ضراعين في الوسط فتح القدمين لبت الجزاة لليمين أربع عدد ولليسار أربع عدد تمرين مع بعض تمرين ابتدي وحد وثنين ثلاث أربع 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 من الوقوف تمرين أمام جمع أمام تحت نبدأ التمرين مع بعض واحد ني ثلاث أربع أمام جمع أمام تحت واحد ني ثلاث أربع واحد ني ثلاث أربع واحد ني ثلاث أربع نوضع الوقوب ندرنا نتابع الوسط ننتقل خطوة اليمين ثم نعود إلى المنتصف ثم نتقل خطوة اليمين نعمode إلى المنتصف الآن تبرين باستمرض تبرين يبدأ واحد اثنين ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاثة أربع من الوقوف فتح القدمين انتساع الحظ ثم وضع الضراع اليمنى الوصف والضراع اليسرى فوق الرأس رافع الضغط أربع عدات الجهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات الجهة اليسار تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة اربعة 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفصل الدراسي الأول ديسنا اليوم الضرب في مضاعفات العشرة وكالعادة في بداية كل فصل نأخذ بعض المهارات وبعض التسليلات والاختصارات سنرى بداية ضع خطا تحت مضاعفات العشرة أعطاني بعض الأعداد 70 701 40 405 90 70 طيب نلاحظ مضاعفات العشرة لماذا؟ أنه في الأحد عندنا صفر طيب اللاحظة هنا 701 هل هي مضاعفات العشرة؟ لاحظة الصفر ليس في الأحد إذا ليس من مضاعفات العشرة الأربعين الصفر في الأحد إذا مضاعفات العشرة 405 405 الصفر ليس في الأحد لا يعتبر من مضاعفات العشرة 90 من مضاعفات العشرة لو غيرنا هذا العدد إلى 30 أيضا 30 من مضاعفات العشرة لوجود الصفر في الأحد أيضا لو قال لي أكمل 50 يساوي كم ضرب عشرة؟ لاحظنا حطيت العشرة احتاج العشرة في بعض التسهيلات وتعليم بعض المهارات 50 عبارة عن ها؟ 5 ليش؟ طبعا الواحد ما يغير في عملية الضرب والصفر موجود في الناتج العشرين يساوي 2 ضرب عشرة الـ 25 ضرب عشرة عملية سهلة مضاعفات العشرة والعشرين هنا عندنا عشرة لو ضربنا عدد في العدد 25 في الواحد الـ 25 نضع الصفر 250 مباشرة لو عندنا عشرة ضع العدد كما هو والصفر للعشرة 25 ضرب عشرين أيضا عملية سهلة بالإمكانة ضرب مباشرة بدون إجراء عملية القلم والورقة 25 في 2 يعطيني 50 ولضع الصفر للعشرين يصبح 500 طيب لماذا بدأنا في المضاعفات العشرة طبعا الأعداد اللي فيها أصفر تسهل أي عملية سواء كان في الجمع أو في الضرب قبل ما نبدأ باستخدام الضرب بالقلم والورقة نعلمكم بعض المهارات والضرب الذهني لتسهيل عملية الضرب وجود الأصفار يسهل عملية الضرب الواحد والعشرين تفرق عن العشرين التعامل مع العشرين أسهل من العشرين فكرة درسنا أضرب أعداداً في مضاعفات العشرة والمقصود من مضاعفات العشرة أي عدد مضروب في عشرة أي عدد لو ضربنا الخمسة في العشرة يعطينا خمسين تعتبر الخمسين من مضاعفات العشرة لو عندي مثلاً خمسة وعشرين ضرب عشرين لدينا طريقتين لإيجاد الناتج إما باستخدام مضاعفات العشرة أو باستخدام القلم والورقة وهي الطريقة الشائعة في كل عمليات الضرب لكن هنا راح نعلمك بعض المهارات في التعامل مع الأعداد اللي فيها أصفار استعد التقط حازم عشرين صورة لبعض معالم المملكة وآثارها ثم طبع من كل صورة خمسة وعشرين نسخة ما عدد الصور التي طبعها يعني كأنك رحت المكتبة وتريد تصور عشرين ورقة وطلبت على كل ورقة خمسة وعشرين نسخة بنفس الطريقة عندما نضرب عدد من رقمين في مضاعفات العشرة مثل عشرين ثلاثين أربعين منزلة الأحد رح تكون صفر دائما ليش؟ لأننا رح أضرب الصفر الأحد مثلا عشرين في الثنعاش رح أضرب الصفر في الثنعاش يعطينا صفر لذلك دائما الأحد في الناتج رح يكون صفر طلب مني عدد الصور التي طبعها حازن طبعا رح أجري عملية ضرب رح نضرب خمسة وعشرين ضرب عشرين عشرين صورة على كل صورة خمسة وعشرين نسخة رح نستخدم مضاعفات العشرة بعض المهارات للضرب ذهنيا وضع العملية خمسة وعشرين في عشرين رح نجزة العشرين عبارة عن اثنين ضرب عشرة مثل ما كنا نجزة في الثنعاش اثنين وعشرة اربعة عشر او اربعة وعشرين اربعة وعشرين نحاول إيجاد المضاعفات للعشرة لتسهيل عملية الضرب الآن رح نضع الخمسة وعشرين مع الثنين اجمعهم مع بعض داخل قوس حتى ابدأ فيهم وضعناهم بخاصية التجميعية داخل القوسين نبدأ فيهم بدأنا فيهم تخلصنا مع القوس الخمسة وعشرين ضرب الثنين بخمسين العشرة كما هي الآن أصبح خمسين ضرب عشرة نضع الصفرين العدد في العدد يعطينا خمسة اذا استخدمنا الضرب الذهني طريقة ثانية باستعمال ورقة والقلم طريقة تقييدية طريقة عمودية راح أضع الخمسة وعشرين نضع العدد مضاعفات العشرة في الأسفل حتى يسهل التعامل مع عملية الضرب نضرب الصفر في الخمسة وعشرين بصفر الآن راح أضرب الاثنين عشرات في الخمسة وعشرين أيضا الاثنين في الخمسة وعشرين يعطينا خمسين عشرة لاحظ خمسين عشرة خمسين عشرة هذه الخمسين وهذا صفر العشرات أصبحت خمسمية نجمع الآن الصفر مع الخمسمية يصبح خمسمية إذا طبع حازم خمسمية صورة نشوف المثال لدى متجر ثلاثين جهاز تسجيل إذا كان ثمن الواحد منها مئة وخمسة وعشرين ريالا فما ثمن هذه الأجهزة راح أستخدم الطريقتين طبعا ثلاثين جهاز كل جهاز ثمنه مئة وخمسة وعشرين طلب مني ثمن الأجهزة جميعا عملية ضرب أضرب الخمسة وعشرين ضرب ثلاثين لو استخدمت طريقة القلم الورقة المباشرة نضع مئة وخمسة وعشرين ضرب ثلاثين نضع الصفر مباشرة في الأحاد تبقى ندينا الآن نضرب الثلاثة رقم ضرب ثلاثة رقم ثلاثة بخمسة بخمسة على التجميع ثلاثة ضرب اثنين بستة وواحد سبعة ثلاثة باثنين بستة وواحد سبعة ثلاثة ضرب واحد ثلاثة الآن رح استخدم طريقة ضرب المضاعفات نضع المئة وخمسة وعشرين ضرب ثلاثين رح أجزئ الثلاثين عبارة عن ثلاثة ضرب عشرة يهم من وجود الصفر تسهيل العملية خمسة وعشرين ضرب الثلاثين عبارة عن ثلاثة ضرب عشرة الآن رح أسوي تجميع المئة وخمسة وعشرين مع الثلاثة داخل قوس حتى أبدأ فيها ضرب عشرة وهذه اسمها خاصية التجميع المئة وخمسة وعشرين ضرب ثلاثة مثل ما هو ظاهر عندنا ثلاثة وسبعمية وخمسين ضرب عشرة مجرد أني أضع العدد ونضع الصفر إذن ثلاثة وسبعمية عفوا ثلاثة بدون الصفر لأن هناك وضعنا الصفر مباشرة فراح يكون ثلاثمية وخمس سبعين لو ضررنا في عشرة الآن يصبح ثلاثة وسبعمية وخمسين وبإمكانك يجرى عملية الضرب مثل ما تعودنا في الفصل الماضي الآن رح نطبق الكلام اللي شرحناه وراح نلحل مباشرة فيه تأكد طلب مني إيجاد الناتج ستة ثلاثين ضرب عشرة لاحظوا العشرة هنا عدد سهل التعاول معه بالإمكاني الحال مباشرة بهنيا لو وضعنا الصفر الواحد ضرب ستة ثلاثين مباشرة بستة وثلاثين ثلاثين ضرب ثلاثة وخمسين نضع الصفر في الآحد تبقى لدينا الثلاثة رح نضربها في الثلاثة وفي الخمسة ثلاثة ضرب ثلاثة بتسعة ثلاثة ضرب خمسة بخمسة أيضاً ثمانين ضرب تسعة وسبعين عدد في صفر من ضعفات العشرة نضع الصفر من ضعفات العشرة في الآحد ثمانية ضرب تسعة باثنين وسبعين الثمانية ضرب سبعة بستة وخمسين ومعنا سبعة ستة وخمسين أضف عليها سبعة تصبح ثلاثة وستين أيضاً مثال أخرى بالطريقة الأفقية راح أضح بالطريقة العمودية نضع المضاعف في الأسفل صفر نضع في الأحاد مباشرة نضرب الثنين في جميع الأرقام في الأعلى ثنين بخمسة بعشرة ثنين بخمسة بعشرة وعندنا واحد على التجميع تصبح احد عش اثنين باثنين بأربعة وواحد خمسة كذلك ثلاثمية وتسعة وثمانين ضرب أربعين نضع المضاعف في الأسفل نضع الصفر في الأحاد نضرب الأربعة في التسعة بستة وثلاثين الأربعة ضرب ثمانية باثنين وثلاثين وعندنا ثلاثة فوق يصبح خمسة وثلاثين الأربعة ضرب ثلاثة باثنعاش مع الثلاثة تصبح خمستعاش انتبه أيضا لإعادة تجميع تضع الأرقام في الخالة المجاورة بعد وضع الناتج خمسمية وثمانطعش ضرب سبعين نتركها لكم نحسب وقت نبدأ بسم الله انتهى وقتنا سنضرب بالطريقة العمودية خمسمية وثمانطعش المضاعف في الأسفل الصفر مباشرة نضاعف الأحد السبعة ضرب ثمانية بستة وخمسين يعني تجميع فوق العشرات السبعة ضرب واحد بسبعة أضف خمسة للسبعة تصبح الثنعاش لحظة يعني تجميع فوق الخمسة سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين وعندنا واحد ستة وثلاثين نشوف المسألة يقطع سعيد عشرين كيلو مترا أسبوعيا بدراجته إذا كان في السنة اثنين وخمسين أسبوعا تقريبا فكم كيلو مترا يقطع في السنة طبعا طلب مني إيجاد الناتج في الأسبوع يقطع عشرين كيلو متر طلب مني بعد اثنين وخمسين أسبوع كم كيلو متر يقطع إذن العملية ماذا راح نكرر العشرين اثنين وخمسين مرة عملية ضرب اثنين وخمسين ضرب عشرين نضح بالطريقة العمودية نضع المضاعف في الأسفل الآن طالما وجود صفر نضع الصفر في الأحد اثنين ضرب اثنين بأربعة واثنين بخمسة بعشرة إذن يقطع في اثنين وخمسين أسبوع ألف واربعين كيلو متر نشوف أيضا مساءل أخرى خمسة عشر ضرب عشرين بطريقة المضاعفات جميلة إذا كان الأرقام سهل التعامل معها مثلا خمسة عشر ضرب عشرين بالطريقة العمودية نضع الصفر لو ضرط مباشرة اثنين ضرب خمسة عشر تصبح ثلاثين ولو وضعتها اثنين بخمسة بعشرة واثنين في واحد بثلاثة اثنين بواحد اثنين اثنين على الواحد سباح ثلاثة هنا أيضا نضع الصفر نتركها لكم بسم الله نبدأ ثلاثين ثانية انتهى الوقت بنفس الطريقة وجود المضاعف سهل العملية نضع الصفر في الأحاد الثلاثة في السبعة والثلاثة بالثنين ثلاثة بسبعة بواحد وعشرين يعني التجميع ثلاثة بثنين بستة وعندي اثنين تصبح ثمانية مساء الأخرى ستة واربعين ضرب اربعين نضع الصفر في الأحاد بنفس الطريقة أربعة ضرب ستة باربعة وعشرين أربعة في أربعة بستة عشر واثنين ثمانطعش نتركها لكم نبدأ كثر التمارين وحلها يجعلك سريع في الحل أيضاً بنفس الطريقة انتهى الوقت يا شباب لاحظ وجود الصفر سهل العملية راح أضع الصفر في الأحاد راعي دائماً لعي التجميع أن نوضعه في الخانة المجاورة ستة بثلاثة بثمنطعش ستة في خمسة بثلاثين عندنا واحد فوق يصبح واحد وثلاثة أيضاً مسألة أخرى ثمانين ضرب ثمانين نتركها لكم نبدأ عملية سهلة انتهى الوقت طبعاً الطريقة الشائعة الطريقة العمودية لكن لما تلاحظ بعض العمليات تقدر تختصر فيها كثير عندي مضاعف ضرب مضاعف بالإمكان حل مباشرة تضرب العدد في العدد ثمانية ضرب ثمانية بأربعة وستين نأخذ الصفر والصفر ونضعهم في الناتج صفرين عملية أربعة طعش أربعة وتسعين ضرب تسعين راح أضع العددين طريقة العمودية المضاعف في الأسهل حتى يسل التعامل نضع الصفر مباشرة في الأحد تسع في الأربعة بستة وثلاثين تسع ضرب تسعة واحد ثمانين وثلاثة أربعة وثمانين أيضا بنفس الطريقة مباشرة هنا بالإمكان الحل نتركها لكم نبدأ بسم الله عملية سهلة انتهى وقتنا هذه التي تحتاج إلى ثلاثين ثانية مباشرة مدام ضرب العشرة ضع الرقم 275 وضع صفر العشرة للعدد في الواحد لا يغير شيء في عملية الضرب أيضا بنفس الطريقة تمرين نتركها لكم تحلونا نشوف مسألة تبدو نحلونها إذا كان سبعة ضرب تسعة وعشرين يساوي ميتين وثلاثة فما ناتج سبعين ضرب تسعة وعشرين عملية جدا سهلة لاحظ عندنا العدد سبعة ضرب تسعة وعشرين وعندنا هنا سبعين ضرب تسعة وعشرين الفرق في العمليتين فقط وجود الصفر إذا راح يصبح عندي نفس الناتج ميتين وثلاثة فقط ناخذ الصفر من العملية ونضعه في الناتج إذا سبعين ضرب تسعة وعشرين نضع نفس الناتج إضافة للصفر للسبعين وهذه بنفس الطريقة نشوف مسألة يأكل طيرا صغيرا أربعة عشر دودة كل يوم فكم دودة يأكل في عشرين يوم في اليوم الواحد يأكل عشرين دودة واحد يوم طلب بني في عشرين يوم كم دودة يأكل طيب ماذا العملية هنا تكرار للعدد عشرين واحد عشرين مرة العملية ضرب نضرب كم عندنا دودة أربعة عشر دودة نعم أربعة عشر دودة وليس عشرين إذا راح نضرب الأربعة عشر دودة في عشرين يوم العملية ضرب عشرين ضرب أربعة عشر بنفس الطريقة بالإمكان حلها مباشرة بدون الطريقة العمودية اثنين ضرب أربعة عشر بثمانية وعشرين ضع الصفر يصبح مئتين وثمانين دودة في عشرين يوم أشوف مسألة أكتب مسألة عددية فيها عددان كل منهما مكون من رقمين وناتج ضرب العددين يحتوي على ثلاث أصفار عددين كل منهم من رقمين الحاسر الضرب يكون ثلاث أصفار بما أن عندنا ثلاث أصفار طالما عندي صفر في الأحاد إذن راح يكون عندنا صفر في الأحاد وطالما عندي صفر أيضا في العشرات إذن راح يكون عندي صفرين صفر هنا وصفر هنا لما نضرب مثلا عشرين ضرب ثلاثين نضع في الناتج صفرين تبقى لدي الآن صفر مع العدد أعطيني أي عدد حاصل ضربة في صفر عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين لو قلنا مثلا نبي عدد حاصل ضربة عشرين كم نأخذ؟ الأربعة مع الأربعة مع الخمسة صحيح ثلاثين ستة في خمسة اختر أي عدد منهما إذن راح أضع هنا الستة مع الخمسة طبعا مسألة مفتوحة لك الحرية في اختيار أي عددين راح أبضح العددين مرة أخرى يصبح عندي صفر 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 ستة ضرب خمسة أصبح ثلاثة وضعنا الصفرين وستة بخمسة بثلاثين اكتشف المختلف ولاحظ وين مختلف لو نلاحظ في العمليات التي عندنا ماذا تلاحظ؟ نعم لدينا هنا المضاعف مضاعف مضاعف فقط العملية هذه ليست من المضاعفات العشرة نشوف أيضا مسألة من كتاب التمارين في موقف السيارات أربعين صف يستوعب كل صف 12 سيارة كم سيارة يستوعبها الموقف إذا لدينا في كل صف 12 سيارة لدينا أربعين صف تكرر 12 40 مرة عمليا ضرب 40 ضرب 12 ما يحتاج نسويها الطريقة العمودية لو ضربنا 4 ضرب 12 مباشرة الأربع بثنين بثمانية الأربع في واحد بأربعة ونضع الصفر الصفر إذن 480 سيارة بنفس الطريقة أيضا في المسجد صفوف الصف الواحد 34 مصلي أردت حساب عدد المصلين أو كم يستوعب المسجد بإمكانك ضرب 20 في 34 و30 سأعطيكم 30 ثانية مراجعة لعملية الضرب تحلونها مباشرة عملية الضرب طبعا سهلة مباشرة الجدول 4 والثلاثة 4 بستة بأربعة وعشرين ثلاثة ضرب سبعة بواحد وعشرين أربعة في تسعة بستة وثلاثين ثلاثة بثمانية بأربعة وعشرين أربعة في أربعة بستة عشر ثلاثة في أربعة بثلعش هذا واجب واجب بسيط تعود عليه أفكار جميلة جدا مسألة جدول الضرب أخيرا عندما نضرب عدد في مضافة من المضاعفات العشرة تأكد الناثج أحده رح يكون في صفر انتهى درسنا وهذه مهارة في الضرب قبل أن نبدأ في العمليات العمودية علمناك بعض المهارات لتسهيل عمليات الضرب ودائما الأصفار يسهل جميع العمليات شكرا لكم وليحرصكم ولمتابعتكم درس جدا جميل ومفيد كان معكم عبدالله الكثيري من لغة الإشارة الأستاذ نسري النصار والمسرف القدير الأستاذ سعيد السلوي دمتم سالمين في حفظ الله ورعايته شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حصة من حصة القرآن الكريم نتشرف فيها بتلاوة شيء من كلام ربنا سبحانه وتعالى ونسأل الله نتقبل منا ومنكم أجمعين سنتلو في هذه الحصة من آيات من ستة واربعين حتى واحد وخمسين في سورة الذاريات في سورة الذاريات الآيات من ستة واربعين حتى الآية رقم واحد وخمسين وقبل أن نبدأ بالتلاوة سنمر على بعض النقاط التي نؤكد عليها في بداية كل حصة من هذه النقاط التي نود التأكيد عليها هو الهدف من درسنا هذا ما الذي نريد أن نحققه في هذا الدرس وننتهي إليه من الأهداف التي نرجو تحقيقها ونسأل الله أن يتقبلها هي طلب الأجر من الله تعالى والهدف الآخر أننا نتلو هذه الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ومن الأهداف التي نرجو تحقيقها أن نطبق أحكام التجويد على هذه الآيات والهدف الرابع الذي نرجو تحقيقه هو أن نصل إلى تلاوة التدبر والخشوع لهذه الآيات وبعد الأهداف نؤكد على الأداب آداب التي على تالي القرآن أن يتأدب بها فأهم هذه الأداب هو الإخلاص لله تعالى بأن يكون القصد من هذه التلاوة هو وجه الله جل وعلا والأداب الآخر أن نكون على طهارة أن نتوضأ قبل قراءة القرآن قبل مسك المصحف نكون على وضوء الأداب الآخر الذي على قارئ القرآن أن يقوله قبل أن يبدأ بالتلاوة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدها يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم في حال التلاوة يحسن صوته قدر المستطاع فهذا أعظم كلام تتلوه وتحسن صوتك به والقراءة بتدبر أيضا من آداب التلاوة ومن الآداب أيضا أنك إذا مررت بآيات تنزيه لله جل وعلا تقول سبحانه وإذا مررت بآيات وعد وفضل تقول أسأل الله من فضله أما إذا مررت بآيات تهديد ووعيد فأنك تقول أعوذ بالله هذه هي آداب التلاوة والآن ننتقل إلى آيات الدرس وهي كما قلت لكم آيات من سورة الذاريات من 46 حتى 51 في صفحة 522 أفتح المصحف على هذه السورة في 522 وانتبه إلى هذه الآيات تحديدا من 46 حتى 51 كن في مكان هادئ وانتبه إلى التلاوة واستمع إلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين هذه هي آيات الدرس وسأنبه أنبهك الآن على بعض الكلمات أرجو أنك تركز معي وتنتبه إلى ما سأنبهك عليه بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أهلاك أقوام مضت ذكر قوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين هنا نون ساكنة جاء بعدها حرف القاف والقاف من حروف الإخفاء من قبل وقوم نوح من قبل قبل هذه أيضا هنا حكم تجودي تنوين جاء بعده ميم والميم من حروف الإضغام أضغمنا هذا التنوين في الميم وقوم نوح من قبل انتبه إلى النون المشدد ها هنا إنهم إنهم والآية نقرأها هكذا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ننتقل الآية التي بعدها وإلى التنبيهات التي أريدك أن تنتبه إليها انتبه إلى المد الموجود على هذا الحرف السماء وأيضا الكلمة التي بعدها بنيناها هنا ألف صغيرة والسماء بنيناها الكلمة التي بعدها بأيد بأيد والسماء بنيناها بأيد هذا نون هذه نون المشددة انتبه إلى النون فيها ونقرأ الآية كلها نقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وإنا لموسعون ننتقل الآية التي بعدها ننبه على الحروف الصغيرة هنا آلف بين النون والها وهنا آلف أيضا بين الميم والها الحركات انتبه إلى حركة النون هنا نون مكسورة فنعم والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون انتبه إلى الحركات وإلى الأحرف الصغيرة والأرض فرشناها فنعم الماهدون ننتقل إلى الآية التي بعدها من أحكام التجويد الموجودة فيها هذا الحكم ها هنا نون ساكنة جاء بعدها حرف الكاف والكاف من حروف الإخفاء هنا هنا تنوين جاء بعده حرف الخاء تنوين بعده خاء والخاء من حروف الإظهار ومن كل شيء خلقنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الآية التي بعدها انتبه إلى الحركات في أول كلمة الفاء الأولى والفاء الثانية ففي ففروا ففروا وانتبه أيضا إلى المد ففروا لآية كلها نقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هنا الميم أضغمت في الميم التي بعدها ميم ساكنة جاء بعدها ميم تحركة فأضغمت فيها إني لكم منه وهو نفس الحكم تكرر أيضا في الآية التي بعدها ومن الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه حتى تركز عليها هذه الكلمة إله إله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر لا إله إلا الله فانتبه إلى الرسم في المصحف عندك واستمع علي كيف أقولها هذه الآية الأخيرة ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين هذه هي التنبيهات التي أريدك أن تركز عليها أحكام تجويد وكذلك بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه من ناحية الأحرف الصغيرة أو في النطق أو في التشكيل الآن سنقرأ هذه الآيات مع بعض أقرأوها ثم ترددونا بعدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين أقرأ أحسنت نكرر مرة أخرى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين أحسنتم ننتقل إلى الآية التي بعدها آية رقم 47 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اقرأ أحسنتم نكرر مرة أخرى وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أحسنتم ننتقل إلى الآية التي بعدها وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَا الْمَاهِدُونَ يقرأ أحسنتم نكرر مرة أخرى وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَا الْمَاهِدُونَ أحسنتم ننتقل إلى الآية التي بعدها آية 49 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أحسنتم نكرر مرة أخرى وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أحسنتم ننتقل إلى الآية التي بعدها فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اقرأ أحسنتم نكرر مرة أخرى فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ أحسنتم نتابع الآية إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينَ اقرأ أحسنتم نكرر مرة أخرى إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينَ أحسنتم والآن ننتقل إلى الآية الأخيرة وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرُ اقرأ أحسنتم نكرر مرة أخرى وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرُ أحسنتم نكرر الآية إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينَ نكرر إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينَ أحسنتم إذن هذه هي آيات الدرس في هذه الحصة من الآية رقم 46 حتى الآية رقم 51 الآيات تلوناها ونبهنا على بعض أحكام التجويد فيها وبعض الكلمات التي تحتاج إلى تركيز في نطقها من ناحية التشكيل ومن ناحية الأحرف الصغيرة والآن سأقرأها متصلة لا تقرأ إنما أنصت لي وانتبه إلى الملاحظات التي نبهتك عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينَ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ إذن هذه الآيات نبهنا على بعض الملاحظات وأكدنا على بعض إحكام التجويد فيها قرأناها وأرجو أنك قد قرأتها قراءة صحيحة انتبهت إلى ما نبهتك عليه وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يثقل بها موازين حسناتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 so color it with black and white it's a cow so a cow is black and white color is that right yes it is you are right so we have just listen chant and color right now let's trace is it purple is it pink and then complete the chant okay so we listen chant color and we trace right good trace listen and chant okay let's continue our lesson now fun time change the words and chant page 41 we will change what the colors to describe another thing okay so i want you to listen and chant fun time exercise two change the words and chant are you ready let's start what color is it what color is it is it orange is it white is it black is it black is it pink it's not orange it's not white it's not black it's not pink it's brown it's a bear is that right fun time exercise two change the words and chant are you ready fun time fun time okay so what color is it what color is it look at here the pair here it's what is it orange no is it white no is it pink what can you see no is it black no is it white no it's what it's brown amazing my student so it's a bear it's brown bear right what do you think do you agree yes of course okay good let's have another example what color are they so we have more than one okay what color are they so what I want you to do to do is just listen and chant fun time exercise two change the words and chant are you ready let's start what color are they what color are they are they red are they green are they yellow are they brown they're pink green yellow blue and white they're pens am I right yes you are you're right okay now tell me what color are they look at here what do we have we have we have pens right now what color are they what color are they what do you think the answer are they red are they green look at them are they red are they green are they yellow are they brown they are they are pink green yellow blue and white they are what they are pink okay they are green amazing they are yellow gorgeous huh and they are blue good and white okay they are pens they are pens am I right yes you are you are right now what do you do with your pens we write amazing so we write with our pens right okay here we have colored pens right we have green yellow blue white pens right okay let's have another example fun time now look at here the question what color is it what color is it so we are going to have just one object right one thing so listen carefully and chant fun time exercise two change the words and chant are you ready let's start what color is it what color is it is it red is it white is it black is it brown it's not blue it's not white it's not black it's not pink it's golden it's a fish is that right so look at the fish here look at the fish here look at this fish what color is it what color is it is it red do you think this fish is red no it is not do you think this fish is white do you think it's white what do you think no do you think it's black do you think this fish is black no do you think this fish is blue no do you think it's pink do you think it's a pink fish who can guess the color of this fish who can guess it's golden fish it's golden it's golden it's golden fish it's golden so the color of this fish is golden so it's a golden fish it's a fish is that right yes okay fun time okay now let's have another example what color are they what color are they so we are going to have more than one objects right one more than more not just one thing maybe two or three things let's guess what we let's listen what we have I want you to listen and try to chant what color are they what color are they are they red are they white are they yellow are they brown they are green they are my notebooks am I right okay what color are they what color are they huh are they red look at this one what do we call it notebooks notebooks this is the same notebooks that you write the sentences says نفس نفاتركم اللي نكتب فيها right the sentences okay notebooks notebooks look at the color of these two notebooks what color are they are they because we have two notebooks so we say are they now look at these two are they red no are they white no are they yellow no are they green yes they are my notebooks they are green notebooks am I right what do you think do you agree my students yes they are green notebooks my notebooks are green thank you my heroes what color are they let's have another example too now we have to listen and chant look at the question here what color are they what color are they because we have two ha to what what do we call this one erasers when you write and you want to erase your writing you use what your erasers 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 okay now look at these erasers now I want you to listen and try to guess the colors what color are they what color are they are they red are they white are they yellow are they brown they are green and pink they are red and blue they are my erasers am I right okay what color are they are they red what do you think are they red okay they are red are they white what do you think are they white are they white no are they yellow no now are they brown what do you think are they brown no they are green yes they are pink yes they are red yes and they are blue good they are my erasers 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 good so the colors are green and pink okay red and blue erasers can you tell me what color is your eraser let's listen to Fatma my eraser is pink good how about your Omar my eraser is blue amazing how about Sarah my erasers are green and white good how about you Khaled my erasers are black and white gorgeous so we can have different colors gorgeous what color are they what color are they now I want you to open your notebooks okay bring your pencil okay bring your colors okay I want to listen and try to draw and color okay let's listen it it is orange it is small it is a car so it's orange it's small it's a car it is so it is small what do you think do you like the drawings it's not my drawings it's a picture so I want you to draw by yourself okay draw a small orange car draw a small orange car so then full stop it's orange full stop it's what it's a car then full stop okay I want to write down these sentences in your notebooks so what are you going to do you are going to draw an orange car okay and then write these sentences down okay okay my students thank you my heroes okay let's listen and draw a picture okay now it is circle it is blue and red it is a ball okay listen again and then we will see the picture it is circle it is blue and red it is a ball it is circle it is blue and red it is a ball so it's a circle okay it's blue and red and red it's 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 a ball it's so it's a circle so it's circle okay so it's a circle it's blue it's blue and red it's a ball okay so we want you to draw the ball and write the sentences down it's a ball now now here we have our friend Nura Nura is wearing a dress with buttons right well I want you to help Nura to sort the buttons so put the yellow buttons here put the blue here put the red buttons here and put the green buttons here okay and I want you to count also how many yellows do we have how many blues do we have how many red buttons do we have and how many green do we have okay and then count all the buttons okay good so huh what do you think we have two yellow buttons we have a blue button we have two red buttons and we have three green buttons right okay how many buttons do we have huh can you count can you count so she said what I have huh I have I have I have eight buttons gorgeous two plus one three three plus two five five plus three is eight okay Noura has eight buttons she says I have eight buttons gorgeous okay now question number two page one hundred listen and practice and then trace here we have small a a a apple okay so we have to what we have we have listened to the letter a we have practice a a and then we have to trace now we are tracing a then you have to write a this is a small a and this is what this is capital a gorgeous here we have what b b pearl okay this is a pearl so here we have a small b we have listen to the letter to the sound b okay now we trace b okay and this is what this is capital b okay now we have listen we have practice and then we trace right okay now it's time for our story do you remember Nora and her grandma let's see what happened to Nora today okay Nora and her grandma visit their farm okay look at the farm it's beautiful right okay we can see some cow we can see a cow and we can see goat right flowers trees so it's beautiful right okay they enjoy they enjoy the green tree and the red flowers what do you think the smell of the flowers ah it's beautiful right so they enjoy the green tree the red flowers and the blue sky look at the sky it's beautiful it's blue right her grandma cooks the yellow corn for lunch do you like corn yes her grandma her grandma cooks yellow corn for lunch they eat red apples okay after lunch okay and they are what they are happy good so they eat what apples after lunch okay so they eat red apples after lunch and Noura and her grandma are happy are you happy too for them yes we are are okay today we can ask what color is it is it red and get the answer look at the teacher huh look at what he is what he is wearing he is wearing what can you tell me what color is his it's a white gorgeous how about my can you tell me what color is it it's black oh gorgeous so now you can ask an answer right now what color are they are they black and get the answer now look around you in the room and tell me what color are your notebooks what color are your pencils what color are your the rooms okay and get the answer okay ask your friends so your homework question number one page 100 thank you for listening and have a good day oh 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 اشتركوا في القناة 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 بين الجهات حول القناة فوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متى حقولوا اشتركوا في القناة هذا الزرع اشتركوا في القناة المنطقة اشتركوا في القناة 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 يسبح في هذه المياه الجارية فيها الحياة جميلة فيها المعيشة صافية فيها الحياة جميلة أي الحياة في هذه الضاحية جميلة بعيدا عن المدن لمن أراد الهدوء وكذلك فيها المعيشة صافية أي ربما تكون صافية من الأحزان أو صافية من التلوث مثلا لأن المدينة كما نعلم فيها مصانع وفيها سيارات وفيها أشياء تزيد من التلوث والهواء يكون غير نقي أليس كذلك لكن حينما نذهب إلى الضاحية بعيدا عن المدينة أو خارج المدينة تكون المعيشة فيها صافية أصفى قليلا من المدينة هذه هي الضاحية وهي المكان الذي يكون خارج المدينة نحاول أن نكرر هذه الأبيات ونعيدها وننشدها بأصواتنا لا بأس أن نرفع أصواتنا في المنزل وكذلك نستمع إليها من خلال هذا الرمز مرة ومرتين وثلاث إلى أن نحفظها بإذن الله ثم نقوم بتسميعها على أهلنا ثم على معلمينا ومعلماتنا في المدرسة أو في أي وسيلة أخرى اتفقنا؟ بارك الله فيكم الآن نذهب إلى الصفحة 178 178 يقول السؤال ويقول هذا الكلام أستمع إلى النص بتركيز وانتباح لأنشده إنشادا جميلا خاليا من الخطأ نقوم بتحدي أنفسنا نتحدى أنفسنا أنا أتحدى نفسي وأنت أيضا تحدى نفسك وأنت أيضا تحدى نفسك في أن نستمع جيدا ثم من أول مرة نقوم بإنشاد هذا النشيد بدون خطأ نستطيع؟ وهل نقبل التحدي؟ نعم نقبل التحدي إن شاء الله وننشد هذا النشيد وهذه الأبيات لكن دون خطأ ولا بأس إذا أخطأنا أن نعيدها مرة ثانية ونتحدى مرة أخرى ومرة أخرى إلى أن يستقيم هذا النشيد قراءة أو قراءته تستقيم بشكل صحيح بعد ذلك أقرأ في نفس الصفحة 178 أقرأ الأبيات مع مجموعة قراءة معبرة القراءة المعبرة ممكن أن نقول أنها بالنشيد وممكن أن ألقيها إلقاءا يعني ليس بالنشيد مثلا أقول إن قصدنا مرة في عصر يوم ضاحية نمشي على أقدامنا لاحظ الحركات نمشي على أقدامنا بين الجهات الخالية هذا القراءة المعبرة التي تكون بتمثيل المعنى نحاول أن نقرأ النشيد بعدة طرق بالإنشاد وبالقراءة المعبرة من أجل أن نحفظ هذا النشيد نرشح أحد أعضاء مجموعتنا لإنشاد الأبيات أمام الصف الآن بعد أن نتدرب نقوم أمام الصف هكذا ونقول سننشد الآن ونقول هذه الأبيات أمامكم ثم ننشد ونرفع صوتنا ولا بأس بعد أن نتدرب نقول بكل شجاعة أمام إخوتنا في المنزل أو أصدقائنا في المدرسة إن عدنا إن شاء الله تعالى قريبا أمام الناس لأننا نريد أن نتحدث ونكون متحدثين بارعين وفخورين بما نقول أمام الناس بارك الله فيكم أقرأ النص ثم أستخرج منه ما يأتي الآن نمسك بالقلم نعود إلى القلم ونمسك به لنستخرج من النص ما يأتي أولا حرفين الآن نعود إلى النص بشكل سريع اقلبوا الصفحة وعودوا إلى النص واستخرجوا منه حرفين نعرف معنى كلمة حرفين وهي أحد أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف هيا ما نستخرج منكم حرفين بارك الله فيكم نكتب الحرفان أو نكتب الحرفين في هذه المساحة الحرفين مثلا حروف الجر مثلا أو أي حرفين موجودين في النشيد مثلا الحرف الأول في في عصر يوم ضاحية والحرف الثاني على نمشي على أقدامنا نمشي على وهذا هاتين الكلمتين هما حرفان حرف في وعلى من حروف الجر أليس كذلك؟ من حروف الجر هيا نستخرج شيئا آخر اسم طير نستخرج اسم طير هيا بسرعة نستخرج اسم طير طائر موجود هو الطائر الوحيد في النشيد وهو ماذا؟ ما هو؟ بارك الله فيكم نكتب مباشرة البط الطائر هو البط البط والبط يلعب سابحا فوق المياه الجارية ما شاء الله أنتم سريعون ما شاء الله تبارك الرحمن في استخراج الكلمات رائعون ما شاء الله تبارك الرحمن الاستخراج الآخر ثلاثة أفعال مضارعة الآن بعد أن استخرجنا حرفين نستخرج الآن ثلاثة أفعال مضارعة نعرف الأفعال نعم الفعل ما هو يا أصدقاء؟ الفعل نتذكر معلوماتنا الفعل هو الكلمة التي تدل على حدث مرتبط بماذا؟ بزمن مرتبط بزمن ولكن هذا الفعل مضارع أي يحدث متى؟ الآن ليس ماضيا ولا أمر بل هو الآن مضارع حيا نحاول أن نستخرج من النص جميل جميل ما شاء الله نتذكر دائما أن الفعل المضارع يبدأ بواحد من ثلاثة أحرف يبدأ باليا يبدأ باليا أو بالنون أو لماذا؟ بالتا أحسنتم أو بالألف بالألف أو باليا أو بالتا أو بالنون مجموعة في كلمة نأيت هيا الكلمات هي الأفعال المضارعة هي أولا نمشي نمشي متى؟ الآن فعل مضارع يبدأ بحرف النون كذلك يزهو يزهو يبدأ بحرف اليا وهو فعل مضارع فعل مضارع والفعل الثالث تسقي تسقي متى؟ الآن فعل مضارع تبدأ بحرف التا أليس كذلك؟ بلى إنها تبدأ بحرف التا إذن ثلاثة أفعال مضارعة نمشي ويزهو وتسقي لماذا لم نختار كلمة قصدنا؟ إنا قصدنا مرة في عصر يوم ضاحية قصدنا لم نختار قصدنا هي فعل لكنها فعل ماضي أحسن ثم قصدنا وانتهينا في الماضي قصدنا وانتهينا وأيضا من علامات الفعل المضارع أنها تبدأ بالنون واليا والتا والألف قصدنا يبدأ بالقاف قصدنا يبدأ بالقاف وهو لا يعبر عن الفعل المضارع الذي يحدث الآن أليس كذلك؟ نعم بارك الله فيكم من أسماء الأوقات أستخرجوه من النص من أسماء الأوقات كلمة وهي اسم تدل على وقت ما هي؟ تدل على وقت ما هي؟ نعيد النشيد مرة أخرى كلمة تدل على الزمن أو وقت ماذا نقول؟ جميل شكرا لمن أجاب وشكرا لمن بحث بارك الله فيكم نحاول ولا بأس أن نخطئ لكن نتعلم من الخطأ الكلمة هي ماذا؟ عصر كلمة عصر ألا تدل على وقت؟ تدل على وقت هناك وقت في اليوم يسمى عصر إن قصدنا مرة في عصر يوم ضاحية عصر تدل على وقت وهي اسم من أسماء الأوقات تسمى أو كلمة تدل على الوقت كلمة على وزن القصور كلمة على وزن القصور ماذا يعني كلمة وزن؟ ماذا نقصد بكلمة وزن؟ نترك القلم وننتبه قليلا لنعرف كلمة وزن حينما نقول مثلا في اللغة العربية القصور كم حرف؟ كم حرف؟ الحرفان قاف صاد واو را ألف واحد اللام اثنين القاف ثلاثة الصاد أربعة الواو خمسة الر ستة أليس كذلك؟ ستة أحرف ننظر إلى حرف العلة أو نسميه حرف المد الذي في الوسط أليست هذه الواو؟ واو مد؟ قصور نستطيع أن نمد الصوت بها القصور لاحظوا الكلمة الثانية بعد أل الحرف الأول بعد أل هو القاف ما حركته؟ الضمة إذن هنا القاف ضمة الصاد ضمة الثالث هو حرف علة ثم آخر الحرف كسرة ضمة ضمة أخرى ثم حرف علة أو حرف نسميه حرف مد ثم آخر الحرف ر مكسورة ر مكسورة هل هناك كلمة بنفس التركيب الحرف الأول بعد أل في القصيدة؟ ضمة والحرف الثاني ضمة والحرف الثالث وومد والأخير يكون متحرك القصور نبحث في النص عن هذه الكلمة إن وجدناها نضع أصابعنا عليها الحرف الأول بعد أل ضمة والحرف الثاني ضمة والحرف الثالث وومد ما رأيكم بكلمة الحقول الحقول كلمة الحقول تأملوها معي ولا تكتبوه كلمة الحقول الحقول أليست بنفس التركيب؟ أول حرف بعد أل التعريف مضموم ضمة أليس كذلك؟ والحرف الثاني القاف ضمة والثالث واو مد ساكنة والحرف الرابع متحرك أليست بنفس الوزن؟ حسناً قولوا معي قولوا معي القصور وقولوا معي أيضاً الحقول بنفس النطق تقريباً صح؟ أليست كذلك؟ القصور الحقول هذا يسمى في اللغة العربية الوزن بنفس الوزن كلمة القصور وكلمة الحقول بنفس الوزن ونفس تركيبة الحركات تقريباً بنفس تركيبة الحركات هذا ما يطلق عليه الوزن نرجو أن تكون الصورة واضحة لديكم نكتب الآن نمسك بالقلم ونكتب كلمة الحقول الحقول نصل وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم ونكمل التدريبات بإذن الله تعالى في درس قادم لا ننسى أن نكرر النشيد مرات وممرات من أجل حفظ هذا النشيد لأنه من نصوص الاستظهار في الصف الرابع الابتدائي نرجو لكم التوفيق دائماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 10 حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد ناينتين أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد ناينتين ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطيرة لهذه اللقاحات سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عشب صحة في منصات التواصل لتصل كالمعلومة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر في السفسار، كلم الصحة تسعة ثلاثة سبعة عشب صحة فيروس كورونا الجديد المسمى COVID-19 وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا، فيروس، ديزيز، 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهد ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة ولطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة فيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة تسعة ثلاثة سبعة ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشغيص الطبي ولأي استفسار، كلم الصحة تسعة ثلاثة سبعة نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصاً مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي، والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيراً لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من ستمائة ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال، لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي ترجمة نانسي قنقر هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق القلاب هيا هيا يا أصحاب ما مدرستي هيا فلنتعلم هيا نقرأ درساً نسأل نفهم هيا ونلاقي 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 كل الأصحاب هيا يا أبنائي فلنتعلم يا أبنائي فلنتعلم أصدف الأستاذ تكلم يا أبنائي فلنتعلم ننهل منك علوما شتى فلك ما علمت وفهمت هيا هيا فلنتعلم علم وجد وكفاح بالمستقبل خير سلاح هيا هيا فلنتعلم أجهزة العلم إلى الكوني تنقل تدريسي وفنوني الدرس غدائي لكتروني درس غدائي لكتروني وأهي أجهزة الدرسي أحفظ وقت العلم لنفسي تعليم عن بعض أجلس جلستي الصحية أفرح بالحصص العلمية هيا هيا فلنتعلم وأغوص بحورا في العلمي أسقل وعيي أسقل فهمي أي سؤال لا أفهم وأسأل أستاذي يعلمه وبياناتي واسمي فيها لا أنشرها لا أفشيها أبدا أبدا لا أفشيها أحفظ غيبا كلمة سري لا يعلمها أحد غيري أبدا أبدا لا أفشيها بأمان سجلت دخولي لن أنسى تزديل خروجي هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق قلاب هيا هيا يا أصحاب هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق قلاب هيا هيا يا أصحاب